ايه اكتر الاختلافات اللي شفتوا من خلال دراساتك ومن خلال طبعا اكيد شغل حضرتك وكل الناس اللي بتقابلهم والمشاكل اللي بتجيلك اذا كانت الاسرية او النفسية اللي بتسبب خلافات كبيرة يعني احنا لاحزنا كلنا في الفترة الاخيرة انه طبعا كلنا شايفين نسبة الطلاق بتزيد بشكل ازاي يعني في مشاكل كتيرة جدا بنسمعها في حياتنا بشكل عام عن كل الناس اللي حوالينا اللي بيتطلق اللي بينفاصل اللي بتتتسق خطوبتها اللي ما بقدرش يكمل اكتر المشاكل طيب اول مشكلة او اهم مشكلة بتسبب خلافات في الجواز هي التواصل دي اهم مشكلة عبدالله التواصل لما ما يكونش فيه تواصل حتى لو فيه تواصل ولكن ما بيبقاش بالكواليتي الكافية بالجودة الكافية يعني ممكن يكون فيه تواصل بس مش جيد مش جيد احنا طول وقت بمبقى فاكرين ان مشكلة التواصل دي يعني مفيش تواصل الرجل لو ستة ما بيعرفوش يتكلمه لا يعني ممكن يبقوا بيتكلمه بس مش صحي او مش بشكل جيد تخيالي الاتنين بيتكلموا لغتين مختلفين والاتنين ما يعرفوش اللغة التانية اللي شركهم بيتكلم بيها فكل واحد بيتكلم بلغة بيقول كلام الطرف التاني مش فهمه او بيتفهم خليني يعني اوضحها كان في جلسة قريب كده كنت بتكلم عن فكرة اللي انا عايزة اقوله يعني الست خصوصا اللي هي عايزة تقوله اللي هي عايزة واللي هي بتقوله بيوصل رسالة تانية خالص للراجل على اساس ان هو المفروض يفهم يعني فهم الفكرة هي هم مش يهمين لغة بعض اصلا هي بتقوله صلقن على اساس ان هي عايزة منه ايه يتمسك بيها ايه عايزة يصلاحها ويتمسك بيها مثلا تقصت كده ايوة فهي بتستخدم كلمات فيها طلقني او انا مش مبسوطة او انه انا مش مفتاح عشان تلفت انتباهه لده بس فهو بيفهمها ايه اه بيخدها بقى على كرامته ويطلقها وكده وخلاص بقى فهي تلاقي نفسها في مشكلة والعندي يزيد يعني التواصل لما يحصل مشكلة في التواصل بين الزجين او الشركين المشكلة بتوصل للعند فيبدأ كل واحد يقف عند رأيه ويقول لي انا رأيه صح او انا اللي انا قلته ما كانش يستاهل او يستدعي رد الفعل ده فتبدأ المشكلة بدل ما كانت مشكلة صغيرة تبقى مشكلة كبيرة جدا ممكن توصل للانفصال بسبب انه ما فيش تواصل او كوميليكيشن سهل بين الزجين اهم حاجة هي التواصل اهم مشكلة بتخلي العلاقات الزوجية تخرب او تبوز او فيها مشكلة هي التواصل رقم اتنين فكرة العند احنا دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه بقت ده هي حاجة حلوة او وحشة ولكن ده واقع انه القيمة بتاعتنا بقت تتحدد او تتكون بفكرة الانجاز بقدرتنا على الانجاز انه انا عملت ايه في يومي فكل واحد في الاثنين الزوج والزوجة الراجل والست كل واحد فيهم بيحارب او بيحاول يثبت نفسه اه بس ايه علاقته بالعند ما هو انا لو ما اثبتش نفسي لو انا ما لقيتش نفسي بشكل حقيقي في العلاقة دي فهبقى طول الوقت فيه ندية يعني انا عايزة حقق ذاتي والطرف التاني عايزة حقق ذاته فبالتالي بقينا ند لند تمام بس العند مفهومة في حتة تانية يعني انا النهاردة لما اكون بعاند انا وشريكي او احنا مش متفاهمين كل واحد فينا عايزة يمشي رأيه ده دي فكرة مختلفة عشان عن الانجاز ليه لعند زاد او ليه لعند موجود اصلا بسبب فكرة انه انا عايز اقول انه انا موجود والطرف التاني عايز يقول انه هو موجود فبقى الزوجين في حالة حرب مش سلم بقى البيت مساحة من المشاكل او التوتر النتيجة لانه كل واحد فيهم عايز يثبت ذاته ويبدأ يفرض سيطرته فتتحول الجواز بدل ما هي مساحة من السلام ومساحة من المشاركة المواد دور الرحمة ان احنا ألمناها لتحدي لتحدي فتتحول الست يعني فيه مشكلة كبيرة عند الستات ودي انا لمسها كويس قوي بحكم او بسبب ضعف الرجالة لأسباب كتير يعني خلينا نتجوزها دلوقتي ولكن انه الست بقت تقوم هي بدور الراجل فبدأت تتحول ده في ظروف كتير جدا للأسف ومنتشر دلوقتي في المجتمع فبدل ما الست تقوم بدورها كأنسة او كست بقت تقوم بدورها كأنسة ودورها كراجل فبالتالي بدأت تفقد الراجل القيمة بتاعته هو كمان كراجل بدأ يحس انه ما لهوش قيمة في بيته او في المساحة بتاعته فبدأت تحصل مشاكل اكبر فالست هنا بتاخد دور الراجل لأسباب كتير منها ضعف الراجل ومنها رغبة المرأة في السيطرة يعني في جزء انا لا انكروا انه جزء منها ضعف الراجل وجزء منها انه الست المرأة بطبيعتها بفطرتها بتبحث عن الكمال ربنا خلقها جزء من فطرتها عشان البيت يستقيم ويحصل تكامل انه الست دايما بتدار على الكمال بتدار على افضل حاجة ممكن تحصل فانت شايف ان الست هي عشان عندها رغبة عن السيطرة فبتفقد رغبة في الكمال فبالتالي عايزة كل حاجة تطلع بيرفكت عشرة من عشرة فهي اللي بتقوم بكل الادوار فهي اللي بتقوم بالادوار اوكي بس ده اكيد مش بناءة عن رغبتها انا هاختلف معاك في حتة دي جزء منها لانه ما فيش بنت وما فيش ست ما تحبش ان هي تكون بتتعامل كأنثة ما تحبش ان هي تكون بتتدلع ما تحبش ان هي تكون بتتعامل معاملة تليق بيها ولكن انت بيطلع الجزء الزكوري اللي في الست لما بيكون الجزء الزكوري اللي في الراجل غير مكتمل وغير حاضر فبالتالي بتضطر الست ان هي تقوم بالدور اللي ناقصها ده حقيقي لكن ما فيش ست بتبقى عايزة تبقى راجل اشتركوا في القناة